الامساك بيحصل مبدئياً بسبب انقباض في العضلات الموجودة في آخر جزء من الأمعاء الغليظة وهي منطقة الشرج الانقباض ده بيمنع البراز من المرور بصورة عادية طيب خلاص حصل الانقباض كل ما الوقت يعدي يعني كل ما الامساك ده يستمر يوم واثنين وطاق البراز ده في مكانه بيفضل في مكانه بيحصل البراز ده جفاف أكتر فتزيد صعوبة مروره المشكلة مش في كده وبس المشكلة ان عملية التبرز هنا بتكون مؤلمة جداً يعني الطفل بقى لما يجي تبرز طفل أو كبير لما يجي تبرز بيبقى فيه ألم شديد جداً فيبتدي المخ يبعت رسالة المخ ده يبعت رسالة للعضلات دي انها تفضل منقبضة عشان تجنب الألم فتكون النتيجة زيادة المشكلة وتزيد احتمالات حدوث مضاعفات سيئة جداً للإمساك سيئة جداً زي إيه زي الشرخ الشرجي أو البواسير أو الاتنين طيب إيه أسباب الإمساك عشان يعني يمكن لما نعرف السبب نفهم يعني أو نتجنبه أو حاجة زي كده خلاص مشانا لسه بقولك حضرتك في السؤال لما روحت للدكتور قال لكم إيه السبب أو الأسباب ما هو الإمساك ده له أسباب أسباب متعددة يعني السبب الأول للإمساك هو التماسك الشديد في قوام البراز يعني إن البراز أصلاً يكون فيه تماسك شديد جداً وأشهر حاجة تعمل الحكاية دي يعني التماسك الشديد في قوام البراز اللي هو أسباب كتير أشهرها الألبان النصف دسم أو الخالية من الدسم أنا بتكلم على السن الأكبر مش بسن الرضاعية تمام؟ يعني الأطفال مش المفروض يشربوا لبن خالي من الدسم ولا لبن نص دسم ده غلط لأن ده بيؤدي إلى تماسك شديد في قوام البراز ويعمل إمساك من أسباب برضو تماسك البراز بشكل جديد أو بشكل ملحوظ قوي نقص كمية المية أو السوائل اللي بيشربها الطفل من الأسباب برضو اللي تخلي يحصل تماسك شديد في البراز تخفيف الرضاعات في حالات الرضاع الصناعية يعني إيه تخفيف الرضاعات؟ يعني أنت مثلا بتحطي رضع معانا الكل اللي عندهم أولاد دي رضع أو أطفال يععمل رضع أو رضع صناعية عارفين اللي أنا بقوله ده بتحطي مكيال من اللبن وصاده 30 ملي من المية تمام؟ فأنتي تيجي مثلا تحطي بقى نفس كمية المية بس تحطي مكيالات أقل ده يعمل إمساك أو يعمل إمساك عن طريق أنه بيخدي فيه تماسك شديد في قوام البراز من الحاجات برضو اللي تخلي فيه تماسك شديد في قوام البراز نقص الألياف الطبيعية من الحاجات برضو عدم كفاية لبن الرضاع الطبيعية يعني لو أم بتردع رضاع طبيعية وهي لبنها قليل ومصرة إن ابنها يرضع تقولك هردعه كتير بس ما دخلوش لبن صناعي ليه يا ستي؟ ما هو عادي يعني لو فيه الرضاع لو أنت عدم كفاية الرضاع دي ممكن تؤدي إلى حدوث تماسك شديد في قوام البراز ويؤدي هذا إلى الإمساك برضو ممكن يكون فيه في بعض أنواع الألبان الصناعية بتعمل حكاة دي خاصة المدعمة بالحديد يبقى أول سبب من أسباب الإمساك التماسك الشديد في قوام البراز وزي ما سمعته كده ها؟ كلها كده الأسباب دي ممكن إن إحنا إيه؟ نتجنبها صح كده؟ طيب إيه بقى باقي أسباب الإمساك؟ السبب التاني أن يكون هناك كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط العضلات دي اللي بتكون مسؤولة أنها تدفع البراز إلى أسفل المستقيم وخارج الشرك خلاص؟ هو فيه حالات مرضية تعمل كده؟ ها؟ في حالات مرضية تخلي العضلات دي تبقى كسلانة خلاص؟ زي إيه؟ زي حالات نقص هرمونات الغضة الدرقية هرمونات الغضة الدرقية آه ده هو إيه اللي جاء؟ موت جسم كله متصل ببعضه نقص هرمونات الغضة الدرقية من أشهر الأسباب اللي تؤدي إلى كسل في العضلات المسؤولة عن ده المسؤولة عن دفع البراز إلى أسفل إلى خارج فتح الشرك السبب التالت للإمساك وجود انسداد معوي لا قدر الله؟ السبب الرابع ضيق فتحة الشرج أو ضمرها ضيق فتحة الشرج أو ضمرها ودي بتخلي الأطفال وهم بيعملوا البراز يتألموا جداً وعودوا عياته نرجع بقى للسؤال خلاص كده؟ ده من الأسباب الشهيرة قوي إن فتحة الشرج تكون ديقة أو ضمرها ودي لها حل برضو حل طبي جراحي خلاص السبب الخامس أن يكون هناك شرخ شرجي نتيجة إمساك شديد سابق يعني ممكن تكون الحالة اللي احنا شفناها دلوقتي في السؤال دي هي متصلة ببعض يعني الموضوع كان فيه إمساك الإمساك ده أدى إلى شرخ شرجي الشرخ شرجي ده زود الإمساك لأنه هو نفسه بيعمل إمساك فاهمين قصدي؟ يعني هي المسألة بقت زي الدوامة كده خلاص برضو مش بس ده اللي يخلي فيه شرخ شرجي ممكن الشرخ شرجي أو الكحة المزمنة أو لو كان الطفل ده بيعاني زي كتير من الكبار من حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب اللي هو الإسهال والإمساك الإسهال والإمساك وهو اسمها irritable bowel syndrome الأسباب السابقة دي زي ما انتوا يعني تبعتوا كده من أول السبب التاني لا يمكن معرفتها غير بالفحص الطبي الدقيق مش الفحص الطبي كده وخلاص عشان الطبيب اللي هيقوم بالفحص هو اللي هيقدر يحدد إيه بقى الأسباب دي؟ إيه من الأسباب دي؟ عشان كده أنا بقولكو أنا استغربت شوية أنه الحالة دي أو الحالة المرضية دي بقى لها سنة واربعة وشهر بقى لها سنة وشهرين سنة وشهرين يعني بتقول من سنة أربعة وشهر وهو عنده الحالة دي وهو دلوقتي سنة ونص فهي أمر يحتاج إلى الفحص الطبي الدقيق علشان نفهم الإمساك ده سببه إيه أو أسبابه إيه خلاص السبب السادس الله هو فيه سادس آه فيه سادس ده فيه سادس وفيه سابع كمان السبب السادس إن إحنا نضغط على الطفل نضغط على الطفل في إيه بقى؟ نقول له خلي عندك إمساك؟ لا إن إحنا نضغط على الطفل في موضوع مهارة التحكم الإراضي في التبول والتبرز قبل عمر سنتين فهمت وقصد فيه أمهات بتفتكر إن دي شطارة ويا ما الحقيقة أو ما أنا بسمع يعني أو سمعت فعلا عجب يعني والله العظيم يعني لدرجة إن أنا بقيت يعني حتى لو كان مش موجهلي يعني لو أنا موجود مثلا في مكان وأسمع الكلام ده بقيت أقول لهم إزاي يعني أنتو بتقولوا حاجة ضد يعني تلاقي مثلا أم تقول لوحدة تانية تقول لها إيه أنا علمت ابني وهو عنده سبعة أشهر ما بقاش يلبس حفاظة من سبعة شهور سبعة شهور إزاي إنت في معلومة؟ ولا حتى سنة ولا سنة ونص ولا سنتين ده إحنا بنبدأ من سنتين وعملية التعليم دي بتاخد وقتها يعني بتاخد ستة أشهر برضو فيه ناس يقولك أنا إيه بني أتعلم في أسبوع أسبوع إزاي إزاي كانت هي ست مراحل ست مراحل كل مرحلة بتاخد مينمم حد أدنى أسبوعين والمتواصل بتاخد من أسبوعين لشهر إنتو فاهمين قصدي؟ يعني إنتو فاهمين أنا بقول إيه؟ يعني ست مراحل إزاي حضرتك علمت ابنك في أسبوعين ولا في خمس أيام أسبوع والله كان مبطل لا هو حصله ريفليكس حصله إنه هو بقى يمسك نفسه زي بالظبط ما تبقى حضرتك أو تبقى حضرتك مثلا في ركب قطر ومش عايز تدخل الحمام بتاع القطر فهبتدي أوردر كده المخك تقول أنا مش هدخل الحمام فأنت بيجي هتقولولي الأطفال كده أهم الأطفال كده برضو لأن هنا بقى الضغط على الطفل إنتو خدتوا بالكم أنا قلت إيه؟ الضغط إحنا ما بنقولش كده بالطبطبة والمحايل الأمهات اللي بيعملوا الخطأ ده التصرف الخطئ ده هم طبعا مش عارفين يعني مش عارفين ده خطأ فأنا بصححه لهم بس لما بيعملوا الحكاية دي ما بيعملوهاش بسماحة كده وبهدوء لأ بيضغطوا على الطفل وبيخوفوهم وبيزعقلهم وبيعقبوهم وكل ده غلط كل ده غلط خلاص؟ فيقوم الطفل لتجنب ما يحدث له ده سواء من زعيق ولا من عقابة وبتاع يبتدي يمسك نفسه فيمسك نفسه يحصل له إمساك فيه سابع السبب السابع إنه بقى ده بس ده بعد عمره أربع سنين يععملوش علاقة بقى بالسؤال بتاعنا هو إن الطفل يمسك نفسه فعلا يعني إن الطفل هو بإرادته يمسك نفسه الفترات طويلة هتقولولي يا الله هو ده ينفع طبعا ينفع أقول لكم يعني حاجة شهيرة جدا الأطفال بقى في السن ده بقول لكم من أربع سنين فما فوق خلاص؟ يعني أربع سنين خمسة ستة الحاجات دي الإلكترونية ممكن يبقوا لازم يدخل حمامهم تلاقيهم مسكين نفسهم عشان الجيم ما يخلصش ولا عشان هما ما يخرجوش بره اللعبة ولا عشان مش عارف إيه فيه أطفال بتمسك نفسها برضو بشكل جامد قوي في النوادي مثلا وفي الحاجات دي كلها نتيجة إنه هما بيبقوا خايفين إنهما يدخلوا الحمام في أماكن خارجية في النادي في المدرسة في حضانة خلاص في مكان بياخدوا فيه درس ربنا عافينا يا رب جميعا دي نقطة مهمة ودي نقطة فرصة أن أنا أقول للأمهات برضو أو سوريا أقول لللي بيشتغلوا في المدارس لما طفلي يقول أنا عايزة روح الحمام يعني لازم تقولوله روح ما تقولوش لا استنى بعد ما نخلص بعد الحصة لا لأنه هو ممكن تكرار هذا الأمر يؤدي إلى الإمساج بكل مشاكل الأم في السؤال قالت إن هي بتستخدم ملينات يعني بيعمل الحمام بعد خمس ديام بالملينات في خطورة من الإفراط في استخدام الملينات يعني في خطورة كبيرة وخطورة من الإفراط في استخدام لبوس الجلسرين الخطورة دي إن الموضوع بيدي بيعمل تعود على فكرة الطفل ما بيبقى مولود وتلاقي فيه أطفال كتيرة بيجي لهم إمساج كده في الشهور الأولى من عمره فتلاقى أطباء الأطباء الشاطرين يعني يقول لك إيه إحنا هناخد لبوس الجلسرين ده بس إيه هنستخدمه كل فين وفين كده لما تلاقي الموضوع بقى قفل خالص ومتاع مش عايزين الطفل يتدايق بس أحاول إنت يتساعدين خدي رجلين حيت بطنه كده قبل اللبوس وقبل كل حاجة ليه؟ لأنه لو استخدمنا اللبوس الجلسرين أو استخدمنا الملين إحنا بنطلع الجسم من المعادلة يعني إيه بنطلع الجسم معادلة؟ يعني بنقول للجسم استنى عملية الإخراج دي عملية طبيعية ميكانزم طبيعي بيحصل طبيعي يعني بيحصل هو فعل إرادي ولكنه يحصل طبيعي خلاص؟ تمام كده؟ فلما نقل للطفل لما نعمل الحكاية دي ونستخدم ملينات ونستخدم اللبوس الجسرين فاحنا بنقول للجسم الطفل بس خليك عندك بقى أنا هديلك دوة يعمل هو الشغلانة فالجسم يقول لك خلاص أنا ما يشدعه أنا مش هعمل الحكاية دي فهمين؟ عارفين الحكاية دي أشهر مثلا لها إيه؟ في الكبار لما الناس يقول لك إيه؟ أنا بعد أي أكل لازم أخد أرس بتاع القولون يعمل هو الحكاية فيه جهاز هضمي بيشتغل أنت من كتر ما تعودت على هذا الموضوع فخركت جسمك بره المعادلة وقفت أنت الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وبتقول إيه أنا هدي الدوة تكرار الدوة ده خلى الوظيفة بتاعة الحركة الأمعاء العادية بتاعة الهضم وحركة الهضم توقف تستنى بقى الدوة اللي هيجيلها من بره عشان كده فيه خطورة من الإفراط في استخدام الملاينات والجليسرين بخلاف إنها أو لبوس الجليسرين بخلاف إنها ممكن تعمل رد فعل عكسي في صورة إسهال وبرضه فيه حاجة خطيرة جدا فيه أمهات بيعملوها إنهما بيجيبوا حاجة وغالباً تبقى حاجة حادة يعني حاجة بيعملوا قرطاص أحياناً أحياناً يدخلوا الترمومتر يعصوه كده زيت ويقولوا هندخله جوا فتحة الشرج عشان يعمل ده أمر الشديد الخطور شديد الخطور لإنه ممكن يسبب جرحي في فتحة الشرج والأخشية المخاطية المحيطة به وبرضه فيه خطأ إنه فيه أمهات كده معرفش منين جابوا المعلومة يقولوا إيه لما ابنك يبع عنده إمساك بتلاقيوا الحاجات دي كده بيلاقيها على الفيسبوك وعلى الجروبات بتاعت الأمهات يقولوا اديولوا مياه غازية يعني أحد أنواع المياه الغازية كده لا ما ينفعش ده بيؤدي إلى الانتفاخ والتقلصات وبتزيد الألم المصاحب للإمساك